ناس كتير قوي مرعوبة من عذاب القبر في مؤمنين كتير وملتزمين ومتدينات وشباب وبنات مرعوبين من عذاب القبر مرعوبين منه ولو كلمتهم عن نعيم القبر يعني حس ان ده حاجة ما تكلمنيش فيها لان عذاب القبر ده بيهدد الكل ومعظم القبور تسعين في المئة من القبور اكتر من تسعين في المئة من القبور اللي تحت الارض دي كلها الوقت مولعة نهر على اهلاء يا ترى شباب يا ترى الاكتر هو نعيم القبر والعذاب القبر يا ترى الاكتر ايه الاكتر ده ولا الاكتر ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه الحديث اصله في المخاري ان الميت اذا وضع في قبر وضع مفعول به خلاص ما حدش له سيطرة على نفسه يعني ان الميت اذا وضع في قبر فانه يسمع انا دفنه خلاص ده ماد سمع لسه اول مبارح واقف على قبر انا مش قادرة تخيلها جماعة وسمعنا ده خلاص فعلم البرزخ فانه يسمع وقرع نعالهم والجنازة ماشية وولاده ماشيين قلبه بيتقرع من الرابن هم ماشيين وسايبين اذا ولوا مدبرين فان كان مؤمنة النبي قال فان كان مؤمنا قبل فان كان كافرا او فاجرا التاني ده اخد بالك كافر بنعمة الله يعني مسلم برضه زي ما قالوا العلماء ولكن شاكك في الدين فان كان مؤمنة الاول فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه الاعمال الصالحة بقى البوديجردات بقى العبادات اللي تعب مع ربنا فيها لاجل الله والصيام وعن يمينه من اللي صنفه شعر الله المحرم والزكاة عن شماله وفعل الخيرات من الصدقة والاحسان الى الناس مين اللي بتطلع صدقة يومية مين اللي بيصلي قيم ليل مين اللي بيصلي الفروض الخامسة في جماعة عند رجليه من الاحسان الى الناس والصدقة عند رجليه فيقتى من عند رأسه ملائكة العذاب عنده زنوب ما مكان مطيع عنده زنوب تستوجب عذاب القبر تيجي الملائكة من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل بوديجارد واقف كده يا بغتك يا اللي بتصلي يا بغتك يا اللي بتحفظ على الصنن الرواتب يا بغتك يا اللي بتحفظ على قيم الليل يا بغتك يا اللي النص ساعة لقبل الفجر القانون في حياتك فيقتى من عن يمينه الملائكة مصممة تعزمه بالزنوب بتاعه فتقول الصيام ما قبلي مدخل يا بغتك يا اللي بتصوم اتنين وخميس فيقتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيقتى من عن درجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة الصدقة والاحسان الى الناس ما قبلي مدخل خلاص محصن من كل الجهات فخلاص ملائكة العذاب مشت تيجي ملائكة الحساب فيجلسانه وفي رواية فيقعدانه ويقول ان له رأيتك هذا الرجل الذي كان قبالكم كان فيه واحد اسمه كان فيه واحد كده في بلاكك وما بتقال اسمه مش معرفهم مش معرف الميت وتابع مين هما تابع الاسلام هما تابع دين تاني هما جايين هو كده الرجل الذي كان قبالكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه انت رأيك اه في اللي كان الناس بتاعكم بيقولوا عليه الصلاة والسلام فيه رأيك اه فيه فيقول دعوني ونصلي وقد مثلت له الشمس الى الغروب يعني المشهد اللي انت بتدخله عليه اي حد منها بيدخل القبر اول مشهد بيشوفه الشمس خلاص لسا لا نص صعب وتغيب ليه عشان لو جاوب تطلع الشمس تاني والدنيا تنور ويبقى القبر نور ولو ما جاوبش تنزل وتضلم ويبقى ظلام ولا يازه بالله فيقول دعوني يصلي اصلي بس انا في الدنيا كنت لما بقع في موقف صعب اصلي عشان استجمع ربط الجائشة فيقولون انك ستفعل ولكن اجبنا رأيتك هذا الرجل ماذا تقول فيه فيقول اشهد انه محمد رسولي عليه الصلاة والسلام فيقولون له على اليقين عشت وعليهمت على ذلك عشت وعليهمت وعليه ابعث ان شاء الله يجي التاني بقى اللي كان에 شاكك في الدين فيقى من عنده رقصه ملايكة العزاب اتعذبه فلا يوجد شيء فلا يوجد شيء ماتểبش مالوش دعه بالمسجد والجماعة فيقى من عن يمينة يا عم الصام اتنين وخميس ايه فلا يوجد شيء فيقى من عن شمال زكات مين يا عم اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع فلا يوجد شيء فيقتى من بين رجلي صدقت مين يا عم انا محتاج وفقير عنده ملايين ولو كلمته تبقى عايز تطلع صدق وتديله فلا يوجد شيء مفيش واقف في العراء ما بين ملايكة العزاب من الاربع جاد في الابر فيأتيه ملكان فيقعدانه ويقول ان له رأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه رأيك اذا اللي كان بيتقال عليه عليه الصلاة والسلام فيقول سمحت الناس قالوا قولة كان الناس كلها بتقول عليه الصلاة والسلام وانا كنت بقول كده فقلت كما قال الناس على الشك عشت وعليه مت فيقولون له لا دريت ولا تليت لا دريت انت مكنتش تداري بحاجة انت كنت زي البهائب عايش تاكل وتشرب وتلم فرصه خلاص ولا تليت عمرك لا تلوت قرآن عشان تفهم ولا تلوت صحبة صالحة واتبعت صحبة صالحة عشان تفهم اجيب من اين لكان في حياتك حد صالح ولا كنت متصل بالقرآن لا دريت ولا تليت ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه الاكتر النعيم ولا العذاب يا جماعة نعيم الابر كتير اوى جماعة نعيم الابر كتير جدا ابشروا بنعيم القبر لو انتم من الصالحين اعملوا من اجل نعيم القبر افريشي قبرك من الان اشتغلي نعم اجروا العاملين كما يقول الله الله يقول في اخر الواقعة فاما ان كان من المقربين فروح وفسح ورايحان مستقبال ملكي بقى بالورود كده والمواكب الاستبال وجنة نعيم منتش داخل الابر اطلع على طول عالجنة على طول عالجنة على طول واما ان كان من اصحاب اليمين في الاخر واما ان كان من المكذبين اتضلين يعني التاني ده جي في الاخر كأن ربنا بيطمعك في ده خلي احنا الوقت عاملين باذن الله زي طلب السنوية عامة انا يا هجيب 95 يا 96 يا 97 انا مش هفكر اصلا في حاجة اقلي من كده ما ينفعش احنا لازم ننشحن على نعم القبر اسأل الله ان يرزقنا نعم القبر اسأل الله ان يرزقنا من العبادة ومن الصلاح والصيام والزكاة والاحسان الى الناس وفعل الخيرات ما يقين به من عذاب القبر اسأل الله ان ينجينا من عذاب القبر ومن فتنة القبر اسأل الله ان يجيرنا من النار اسأل الله ان يرزقنا الجنة بغير حساب ولا صابقة عذاب الاخرى جماعة العالكم تتفكرون في الدنيا والاخرى يا اخواننا الدنيا دي كلها ما تجيش خمسين سنة يوم الايمة الوحده خمسين الف سنة يعني اطول من عمر تاريخ البشري كله من يوم الانسان نزل الارض يوم الايمة الوحده احنا عايزين نفكر يعني ممكن وقفة السراق لوحدها تبقى سبعة 8000 سنة ممكن وقفة الميزان لوحدها تبقى اطول من عمر من الفرعنة لحد الوقتي ممكن وقفة ارض المحشر لوحدها تبقى اطول من عمر من سيدنا قدم لحد الوقتي عايزين نفكر في الاخرى وعايزين نختم الاخرى وعايزين نطمع في كرم ربنا ربنا عنده كتير قوي عنده كتير في الدنيا وعنده كتير في القبر وعنده كتير في الاخرى الودود اللي بيودك في الدنيا وبيودك في القبر وبيودك. يوم الايامة. الودود الكريم اللي هيحول حياتك كلها الافراح. الوحي المؤمن بيجي يموت تتنزل عليهم والملائكة قال لا تخاف ولا تحزنه. فرح عند موته. يموت ينزل التربة يلاقي باب الجنة بفتحه ويلاقي الصحيخ الوافق الصالح بتاع العمل الصالح داخل عليه. يطلع من تحت التراب يوم الايام الى الملائكة وقفاله ازا يومكم دلالتك عريس يدخل الجنة ربنا يشعله يراه ينظر الى وجه حياة المؤمن كلها افرح كلها لتربصونا بنا الا احدى الحسنيين ده حسنة طب وده احنا ما عندناش بدايل تانية احنا ما عندناش احتمالات تانية اللي ماشي مع ربنا كل حياته حلوة كل دنيته حلوة وقبره حلوة واخرته حلوة نسأل الله سبحانه وتعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اعتبوا ليك